السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة الان بي اف والله الله ربي لا اشرك به شيئا حلقة النهاردة مميزة جدا زي ما انت شفت في العنوان على مارتن فورد بيقول ايه على البطل الصخرة زروك البطل الطبيعي جسمه طبيعي جدا ويه على فكرة على فكرة الناس اللي ما يعرفوش مارتن فورد طبيعي طبعا انا بحزر في البداية ولكن هقولك ايه اللي حصل بالزبط طيب احنا عارفين اللي مارتن فورد ما شاء الله يعني كنبله بمعنى الكلمة اكيد الناس كلها عارفها وخصوصا بموضوع سجاد عاوز اقولك وانا بجمع الاخبار برضو مارتن فورد دلوقتي على طول اه اما بيجي يتكلموا عليه لازم يتكلموا اللي هو كان هيلعب سجاد وسجاد ده امه مش عارفت برت منه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي مش هندخل ومش هندتطرق للموضوع ده ولكن يا شباب هل مارتن فورد طبيعي طبعا لا هل زروك طبيعي طبعا لا اللي عاوز يكمل الفيديو ان شاء الله مش يكون طويل ولكن احنا بنقولها كده طب ايه اللي بيحصل في السوشال ميديا عكس كده هقولك طبعا انتوا عارفين مارتن فورد ما فيش حد بيكون الكتلة العضلية والسكنس ده اه بالشكل ده ولا الجسم يكون بالشكل ده وعلى فكرة هو طويل اه وعنده اربعين سنة وركز في اربعين سنة عشان اقولك ليه بقى زروك او ليه بقول السن تمام ولكن نبص كده صور تانية زي ما انت شايف كده بيتمرن ودائما بيتمرن ونفسه او حلمه يلاعب مين يلاعب زروك البطل او الممثل او ايا ان كان وداخل ما شاء الله في كل حاجة او البيزنسمان وكل حاجة داخل فيها طيب عاوز اقولك اللي هو بيقول اللي هو ما بيستخدمش منشطات ده قبل مارتن فورد قبل وان شاء الله يتعمل له فيديو على مسيرته في اه تحول جسمه ووصل بالشكل ده فازاي عام ازاي عام بيتقولك ده وتقول اللي انت بتاخدش منشطات طيب نسمع الاول وبعدين ايه نقول رأينا بص كده لما تسأل في اللقاء بيقوله انت بتاخد خد السترويد اللي هو منشطات يعني فبيقوله لأ وعادي يدحك عاوز اقولك اه هو تكلم بصدق على المنشطات واللي هو ما يقدرش يقول بياخد منشطات ولا لأ علشان بيقول فيه اطفال او بالغين بمعنى الكلمة هما بيسموا الجملة اطفال او ساعات بيقولوا بالغين وهو ناس كتيرة على السوشال ميديا بيتابعوه وبيتابعوه غيره فعمرهم ما يطلعوا ويقولوا اه بشكل صريح احنا بناخد منشطات ليه بيقولك علشان مجرد البالغين دول مثلا حد بيحبنا مثلا او المتابعين بيحبونا فما يعرفوا اللي احنا بناخد منشطات فانا عاوز اكون زي مارتن فورد او عاوز اكون زي زي روك ولا زي جون سينا ولا 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 فبالتالي ايه الطريق اللي سلكوه الطريق اللي سلكوه اللي هم اخدوا منشطات فبالتالي اللي احنا كمان ناخد منشطات وعلى فكرة ده فعلا فعلا اكتريت المراقين بيحصل معهم كده لما حد بيحب حد تلاقيه ماشي وراه كده واشي معاه في الصح ماشي معاه في الغلط فهو بيقول لنا صريح اه في الحتة دي اللي انا او غيري وبالذات زي روك اللي اه يعني ما يقدروش يطلعوا حاجة عالسوشال ميديا وبيقول لنا بيحترمه كممثل ولكن بيقول يا شباب بيقول على البطل زي روك اللي دلوقتي صراحة جسمه زي ما انتو شايفين كده قال لي من الاول بكتير ولكن بيقول يا شباب اللي هو لو هو طبيعي هيكون اه موهوب جينيا بس اقلش تيمة الصراحة مش عارف اقولها ودخلها ازاي بالعربي ولكن يعني اه فاق اه انتو عارفين بقى اه جيناتكس اه من الاخرى يكون موهوب موهوب جينيا بشكل العين هي حلوة الجملة دي موهوب جينيا بشكل العين ولكن طبعا بيهزر وبيقول لنا عارف اللي هو او غيره على زي روك ما يقدروش على السوشال ميديا وخصوصا لو هو ممثل ومؤسر يطلع ويقول حاجة زي كده وانا باحترمها فيه جدا ولكن طبيعي اي يا عم او اي اضافة وخلاص طبيعي اي يا عم وموهوب جينيا ايه بيقول اه في ناس موهوبة جينيا على فكرة ولكن طبعا زي روك بعيدا عن اي حد اه في ناس موهوبة جينيا بس اه بالنسبة مسلا واحد اتنين في المية ده حقيقي فعلا ولكن مش مع زي روك زي روك ما شاء الله بلع منشطات اقول لك ايه انتو عارفين يعني عارفين طيب قبل ما نتكلم في اي حاجة وهو ان اخدها فاصل كده مع بعض في السريع تتوقع لو مارتن فورد اللي عنده اربعين سنة عشان كده قلتلك ركز في الاربعين مع زي روك اللي عنده خمسين سنة دلوقتي لو اللي اتنين نفسه بعض ليه بتقول كده عمي متحط لان مارتن فورد اللي عليمين ده بيقول انا نفسي او من احلامي اقاتل زي روك فلو اللي اتنين نزلوا في نزال كده او على الحلقة يا طرى ده سؤال وان شاء الله هيتعمل له حلقة بس انا عاوز الناس تجاوب تحت مين اللي يكسب صاحب الخمسين سنة والاربعين سنة وقل لي ليه يعني في جملة كده قل لي ليه مين اللي يكسب وان شاء الله اعمل لك مقرنة في السريع ما بينهم ومين اللي اقوى دلوقتي يعني مين اللي يكسب ومين اللي اقوى دلوقتي طيب وين اللي بيفرق يعني انا سهلتلك السؤال الصراحة جدا ده 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 حلمه حلم مارتن فورد اللي لعب الموثل زي روك تمام ولكن نبص كده في السريع هنلاقي زي روك صاحب الخمسين سنة بص اكتفه مدورة ازاي اجد عنه اه طبعا طبعا بياخد وخدمه نشطات ولغاية دلوقتي على فكرة ماشي على جرعات اللي هي تي ار تي علشان اه نسبة التسل اللي عنده تبقى في التمام زائد اللي هو علشان ممثل تخلم وقطعها على فكرة هتلاقيه في الضياعة تبقى يه رفايع جدا تمام ولكن نبص كده في السريع وان شاء الله هتعمل له فيديو وانا والله ما ناسي جون سينا وكريستيانو وبروك ليسنر الناس اللي عاوزين هعمل ان شاء الله الفيديوهات دي بقى ساميكو نبص كده زمان كان زي روك عامل ازاي الصراحة من الجينات اللي كانت غريبة اوي بص عارضة اكتفه عامل ازاي الصراحة شكله غريب طيب نبص كده برضو ده زمان لما انا كنت بتابع وانا صغير سبحانك يا ربي ايا معدد ماشي نبص كده طبعا بياخد منشطات طبعا بياخد منشطات وبص سنه دلوقتي كام مفيش حد طبيعي بالشكل ده ده بص كمان وقت 2017 لما في الهيس خد مستر اوليمبيا اكيد الناس متابعاني في لعبة كمال اجسام عارفين الوقت ده وساعتها كان السفير بتاع لعبة كمال اجسام للسنة 2017 كان البطل زروك هو اللي سلم السندو وهو اللي كان متكلم والكلام ده بص حجمه ما بينه ما بينه واحد سيفن تايم مستر اوليمبيا سبع مرات مستر اوليمبيا انت بتخيل دراعه وبص بص بص الفرق وماشاء الله طويل يعني طويل وهيبة كده فبياخد منشطات بص الفرق ده حس اللي هو واضخم من لعب كمال اجسام نفسه اللي هو سبع مرات مستر اوليمبيا هضبة هضبة ده هني رامبود الناس اللي معرفوش مدرف في الهيس طبعا الناس اللي بيحبوا لعبة كمال اجسام هتلاقي القناة تحت مستنيك فيها فيديوهات جمدة جدا تمام نقول امتى طبيعي لما كان بالشكل ده لما كان بالشكل ده دوين او زروك انا بحب انه انا صغير انا كنت فاكر اسمه زروك على فكرة ايش دوين وين بص كده طبعا كان الاول جسمه مدهني مفيش تشيست مفيش تكويرت الاكتاف مفيش حاجة مفيش حاجة كان كله دهون ده من ساعتها نقول عليه طبيعي انما ما هوب جينا نعم شوفك على خير فيديو جديد وحلقة جديدة ما تنساش تقول او تجاوب على السؤال مارتن فورد ولا دوين ان شاء الله وزروك هو اللي يكسب لو اللي اتنين نزل قدام بعض وليه في السريع وان شاء الله عمل لكم فيديو جامعة شوفك على خير فيديو جديد وحلقة جديدة سلام عليكم ورح تراكاتي الشباب الجميلة محترم